بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ان شاء الله النهاردة هشرح معاكم الدرس الثاني في مادة العلوم بالصف الخامس الابتدائي الدرس اسم رؤية الأجسام الملون اول حاجة في الدرس اللي فاتي لقبل كده في الفيديو الاولان اللي انا شرحت مع حضراتكم في الضوء قلتلكم ان عندي حاجة اسمها المنشور الثلاسي اللي بيحلل الضوء الابيض الى 7 علوان وعرفنا ان الالوان دي اسمها الوان الطيف وهي 7 الوان احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسي لما بجمع الوان الطيف السبعة دي مع بعضها بتعطيني احساس بالضوء الابيض هقول تام عندي حاجة اسمها المنشور الثلاسي بيعمل ايه المنشور الثلاسي ده بيحلل الضوء الابيض الى الوان الطيف وهي احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسيج الحاجة التانية عند اعادة تجميع الوان الطيف السبعة فانها تعطي احساس بالضوء الابيض بعد كده الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهاردة اللي هو موضوع الدرس تصنيف رؤية الاجسام الملونة عندي نوعين من الاجسام الاجسام الملونة المعتمة والاجسام الملونة الشفافة والنصف شفافة اول حاجة عندي اللي انا هحكي عنه الاجسام الملونة المعتمة والاجسام الملونة الشفافة والنصف شفافة اول حاجة هبدأ الكلام عن الاجسام الملونة المعتمة الاجسام الملونة المعتمة اول حاجة الاجسام المعتمة تظهر بلون الضوء الذي تعكسه يعني ايه الكلام ده الاجسام المعتمة تظهر بلون الضوء الذي تعكسه يعني ايه الكلام ده يعني مثلا انا عندي صمرة موز اش معنى اما ببص على صمرة الموز دي ما بشوفش منها الا اللون الاصفر بتاعها بس اش معنى انا شفت اللون الاصفر بس من صمرة الموز هنقول مع بعض كده ونفهم مع بعض بالرح الموزة دي ظهرت قدامي باللون الاصفر لان اول حاجة لما بيسقط عليها الضوء الابيض الموزة بتنتص جميع الوان الضوء الابيض السقط عليها معادة اللون الاصفر فهي بتعكسه لي. فعشان كده بتظهر الموزة قدامي باللون الاصفر. هقول تام. ليه? اول حاجة ليه تظهر الموزة باللون باللون الاصفر. يقولك علم تظهر صمرة الموز باللون الاصفر. ليه? له هم الاي لايجابة بالراحة كده? لو انه عندما يسقط الضوء الابيض على صمرة الموز بتمتص جميع الوان الضوء الابيض السقط عليها معادة اللون الاصفر بتعكسه لي. عشان كده بشوف الموزة باللون الاصفر. طيب الاجابة ده طويلة اوة على عيالنا هيحفظوها ازاي? هقوم اي لا بالراحة كده? لانه عندما يسقط الضوء الابيض على صمرة الموز بتمتص الموزة جميع الوان الضوء الابيض السقط عليها معادة اللون الاصفر فانها تعكسه. ادي اول حاجة شرحتها معاكم. هقول تاني رؤية الاجسام المعتمة. تبدو الاجسام المعتمة بلون الضوء الذي تعكسه. تبدو الاجسام المعتمة بلون الضوء الذي تعكسه. لماذا نرى الموزة باللون الأصفر ليه شمعنا اللون الأصفر اللي احنا شفنا منها ليه لأنه بيسقط عليها الضوء الأبيض كله فتمتص جميع ألوان الضوء السقط عليها مع دل لون الأصفر فإنها تعكسه هقولي الإجابة تاني لأنه عندما يسقط الضوء الأبيض على صمرة الموز تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض السقط عليها مع دل لون الأبيض فإنها تعكسه نفس الكلام على صمرة التفاح ليه بتظهر تفاحة باللون الأحمر؟ ليه؟ لأن نفس الإجابة بالضبط لأنها تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها معادل لون الأحمر فإنها تعكسه يبقى دلوقتي الألوان الأجسام الملونة المعتمة بتعمل ايه؟ بتمتص جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها وبعد كده ايه؟ بتعكس لي اللون اللي ظاهر عندها يبقى لأنها تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها معادل لون الأحمر فإنها تعكسه يبقى دلوقتي اتفاقنا مع بعض الأجسام الملونة المعتمة بتعمل ايه؟ بتظهر بلون الضوء الذي تعكسه تظهر بلون الضوء الذي تعكسه دي اللي بتيجي فأكمل في كل الامتحانات الأجسام المعتمة تظهر بلون الضوء الذي تعكسه بعد كده عندي رؤية الأجسام الملونة الشفافة والنصف الشفافة أول حاجة الأجسام الشفافة والنصف الشفافة دي بتظهر بلون الضوء الذي ينفذ من خلالها أو يمر من خلالها يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي إزازة لونها أخضر إزازة شفافة لونها أخضر أنا شمعنا اللون الأخضر ده اللي أنا شفت لأن أول حاجة الضوء الأبيض ده لما سقط على الإزازة اللي لونها أخضر ده امتصت الإزازة الخضرة طب انتصت جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها معادة اللون الأخضر ده اللي نفذ من خلال الضوء اللون الأخضر ده اللي نفذ لي من خلال الضوء عشان كده أنا شفت الإزازة باللون الأخضر هقول تاني الأجسام الشفافة والنصف شفاف الأجسام الشفافة والنصف شفافة الملونة تظهر بلون الضوء الذي ينفذ من خلاله دي مهمة جداً بتيجي في أكمل في الامتحان الأجسام الشفافة والنصف شفاف تظهر بلون الضوء الذي ينفذ من خلاله أو يمر من خلاله الأجسام الشفاف أو النصف شفافة الملونة تظهر بلون الضوء الذي يمر من خلاله ممكن يجيبها ليقول هي أجسام تظهر بلون الضوء الذي يمر من خلالها أبقى عارفة أن دي الأجسام الشفافة أو النصف شفافة ممكن يجيبها بطريقة تانية أكمل الأجسام الشفافة أو النصف شفاف تظهر بلون الضوء الذي ينفذ من خلالها عايز تقول ينفذ من خلالها أقول عايز تقول يمر من خلالها أقول هقولي السؤال علل ليه بنرى الزجاجة الخضراء باللون الأخضر ليه أول حاجة لأنه عندما يسقط الضوء الأبيض على الزجاجة الخضراء بتمتص جميع ألوان الضوء السقطة عليها ما عدا اللون الأخضر بينفذ من خلالها يعني بيمر مع الضوء عشان كده احنا بنشوف اللون الأخضر ده ما عدا اللون الأخضر فإنه ينفذ من خلالها لذلك تظهر الزجاجة باللون الأخضر هقولي الإجابة تام ليه بنرى الزجاجة الخضراء باللون الأخضر لأنه عندما يسقط الضوء الأبيض على الزجاجة الخضراء الشفافة فإنها تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض مع دلون الأخضر الذي ينفذ من خلالها لذلك تظهر الزجاجة باللون الأخضر بعد كده عندي ليه برضو سؤال علل تاني ليه بيظهر زجاج الشباك الأصفر باللون الأصفر ليه الشباك ده أصلا مادة شفافة ليه بيظهر لي بقى الشباك الأصفر باللون الأصفر هقول نفس الكلام لأنها تمتص جميع ألوان لأنه بيمتص جميع ألوان الضوء الأبيض الصفت عليه مع دلون الأصفر فإنه ينفذ من خلاله تاني ليه الزجاج الشباك الأصفر بيظهر باللون الأصفر لأنه يمتص جميع ألوانه الضوء الأبيض الساقط عليه مع عدل لون الأصفر فإنه ينفذ من خلاله كلمة ينفذ دي يعني بيعدي من خلاله يبقى اللوح الإزاز بتاع الشباك بيمتص جميع ألوانه الضوء الأبيض اللي ساقطت عليه مع عدل لون الأصفر بتاعه ده بيعدي مع الضوء عشان كده احنا بنشوف اللون الأصفر ده يبقى لأنه يمتص جميع ألوانه الضوء الأبيض الساقط عليه ما عدا اللون الأصفر فإنه ينفذ من خلاله بعد كده عمدي حاجة اسمها رؤية الأجسام المعتمة البيضاء والسوداء والله أنا هلخصها في كلمة واحدة بس هنفهمها سريع الأجسام البيضاء دي بتعكس لون الضوء اللي بيمر عليها الأجسام السوداء بتمتص الضوء وما بتعكس لش أي حاجة ده كلمة سالة دي ملخص للموضوع كله الأجسام البيضاء بتعكس الضوء اللي بيسقط عليه يعني بتظهره لي بنفس اللون بتاعه المثال على ذلك أنا عندي مثلا ورقة بيضاء قدامكم هيت لو جابت الألم الليزر بتاع اللي هو لعبة الألم الليزر اللي بيدي الضوء الأحمر ده وصلت اللون الأحمر على الورقة البيضاء ده قدام إيه اللون اللي هيظهر قدامي على الورقة ده هيظهر اللون الأحمر بتاع ألم الليزر وده تجربة وعملية والأطفال كلها بتشتري الألم الليزر ده صلت الضوء الأحمر بتاع ألم الليزر على ورقة الكراسة هتظهر قدامك الضوء الأحمر بتاع الألم الليز ليه ايه شمعنا اللي خلي اللون الأحمر مثلا يظهر قدامي على الورقة البدء لأن لأن الجسم الأبيض بيعكس جميع ألوان الضوء السقط عليه وكمان بيظهر بلون الضوء السقط عليه يبقى الأجسام البيضاء تعكس لون الضوء السقط عليه الأجسام البيضاء بتعكس لون الضوء السقط عليه يعني مثلا يقول لك. اذا عندي وردة بيضة. اه اه صلطت عليها ضوء احمر. هتشوف الوردة دي لونها ايه? هشوف الوردة لونها احمر. الاجسام البيضاء بتعكس لون الضوء الساقط عليه. عندي مسلا ودلوقتي عندي ورقة بيضاء. صلطت عليها ضوء اصفر. هشوف الورقة دي لون ايه? هشوف الورقة باللون الاصفر. الاجسام البيضاء بتعكس لون الضوء الساقط عليها. يعني بتظهرلي نفسي لون الضوء اللي بينزل على الجسم البيض. الاجسام البيضاء تعكس لون الضوء الساقط عليها. بعد كده عندي سؤال علي. ليه بنرى الاجسام البيضاء باللون البيض? لان الاجسام البيضاء دي بتعكس جميع الوان الضوء الساقطة عليها وما بتمتصش اي ضوء منه ولا تمتص اي لون. يبقى لانها تعكس جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها ولا تمتص أي لون الأجسام السوداء بقى برضو بلخص كل الكلام ده في كلمة واحد إن الأجسام السوداء ده بتمتص جميع ألوان الضوء الساقط عليها وما بتظهر لش أي لون منها الأجسام السوداء بيمتص جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها أنا عندي جسم معتم هوت اسود زي ما أنا اسمه قدام حضراتكم الجسم المعتم السود ده بيظهر باللون لا. لان لما بيسقط عليه الضوء الابيض. الضوء الجسم المعتم ده بيمتص جميع الوان الضوء السقطة عليه. ولا يعكس اي لون منه. عشان كده بشوفه باللون الاسود ده. عشان كده بشوفه باللون الاسود. يبقى الاكسام السوداء بتمتص جميع الوان الضوء الابيض ولا تعكس اي لون منها. الاكسام السوداء تمتص جميع الوان الضوء الابيض ولا تعكس اي لون منها. عن بسوال علل. ليه? بنرى الاكسام السوداء باللون الاسود. لانها تمتص جميع الوان الضوء الابيض الساقطة عليه. يبقى انا لخصت الكلام ده كله مع حضراتكم بان الاكسام البيضاء بتعكس لون الضوء الساقط عليه. يعني بتجيني نفس اللون بتاع الجسم بتاع الضوء اللي ساقط عليه. لكن الاكسام السوداء بتمتص اي لون. اي لون من جميع الوان الضوء وما بتكسلش اي لون خالص. بتظهر باللون الاسود. بعد كده عندي عند سقوط الضوء الاحمر على ورقة بيضة. هشوفها باللون الاحمر. ده اللي انا قلته قبل كده. ليه بيفضل ارتداء الملابس ذات الالوان الفتحة في فصل الصيف. الفتحة طبعا انها بتعكس اشعة الشمس. ليه بيفضل الارتداء الملابس ذات الالوان الداكنة شتاءا لانها بتنتص معظم اشعة الشمس. بعد كده جايب لي انا اللي ملخصة الكلام ده كده سريع من الكلام الكتير اللي موجود في كده. الاكسام الشفافة ونصف شفافة بتمتص جميع الوان الضوء وتنفز لونها. زي ما قلنا في الزجاجة الخضراء. الاكسام المعتمة اللي انا قلتها اول حاجة. تمتص جميع الوان الضوء وتعكس لونها. دي الاكسام المعتمة. بعد كده ليه? بتبدو طفاحة الحمراء باللون الاحمر عند النظر اليها من خلال لوح زجاجة احمر شفاف. لان التفاحة بتنتص جميع الوان الضوء السقط عليها وتعكس اللون الاحمر. طب لو انا جيت عندي طفاحة حمراء وجيت نظرت اليها بتبدو طفاحة الحمراء باللون الاسود لو جيت ابص عليها من خلال لوح زجاجة اخضر شفاف. ليه? لان لوح الزجاج الاخضر بيمتص الضوء الاحمر المنعكس من التفاحة ولا يسمح بنفازه فتبدو التفاحة سوداء لو انا عندي اصلا لوح زجاجي لونه بني وحطت ايدي ورا اللوح الزجاجي ده هجاب بص على ايدي من خلال اللوح الزجاجي ده هشوفها سوداء يبقى دلوقتي تبدو التفاحة الحمراء باللون الاسود عند النظر اليها من خلال لوح زجاجة اخضر يعني دلوقتي عندي التفاحة حمراء واللون الازازة اللي انا هبص علي اخضر هشوفها ايه هشوفها سوداء ده انا دخلت لونين مع بعض التفاحة حمرة والازاز لون واخدر هشوف التفاحة باللون الاسود. بعد كده عمدي جايب لي برضو القبول لو انا شفت الوردة بيضة من خلال لح زجاجة احمى هشوفها باللون لحمة. دي في الاجسام الشفافة. في الاجسام البيضاء اللي انا قلت لكم عليه. ان جسم البيض زي ما انا حكيت بتعكس لون الضوء الساقط عليه. الاجسام البيضاء بتعكس لون الضوء الساقط عليه. حطيت على ورقة بيضة لون اصفر هيظهر لي بالاصفر. حطيت على الورقة البيضة لون احمر هتظهر باللون الاحمر. دي بليه شمعنا? اقوم قيلة لان الاجسام البيضاء تعكس لون الضوء الساقط عليه. بعد كده عمدي اذا نظرت الى وردة بيضاء من خلال لحين بقى. اللحين دول واحد لون احمر واللحين مختلفين. واحد لونه اخضر والتاني لون ازرق. طبعا انا هشوف الوردة باللون اللي سود. هشوف الوردة سوداء. انا عندي لحين زجاج قدامي. واحد لونه اخضر. وواحد لونه ازرق. والوردة بضاء قدام. هشوفها سوداء. حتى لو عملت كده في ايدي. لو حطت ايدي وراء لوح ازاز لونه ازرق او لونه اخضر او اي لون هشوف ايدي سوداء. هشوف ايدي ايه سوداء. بعد كده عمدي اخر حاجة في الدرس اللي هي خلط الادواء الملونة. عند نوعين من الادواء. الادواء اسمها الادواء الاولية والادواء السهنوية. الادواء الاولية دي كده زي ما تكون بنت نفس في نفسها كده. الادواء الاولية دي بيستحيل الحصول عليها بخلط ضوئين معا. يعني ادواء سابتة ما بعرفش اجيبها ولا احصل عليها لو خلطت ضوئين مع بعض. زي ايه الاضواء الاولية ده? زي الاحمر والاخضر والازرق. الاضواء الاولية احمر اخضر ازرق. حرف الالف والالف والالف. احمر واخضر وازرق. دي اسمها اضواء اولية. طيب ماذا يحدث عند خلط الاضواء الاولية ديت? طبعا هشوف الضوء الابيض. عند خلط الاضواء الاولية يؤدي للاحساس بالضوء الابيض. طيب بعد كده ليه بيعتبر الضوء الأحمر من الأضواء الأولي لأن الضوء الأحمر ده لا يمكن الحصول عليه بخلط دوقين بخلط دوقين آخرين الأضواء الثانوية دي بقى هي أضواء بنحصل عليها بخلط أضواء اتنين من الأضواء الأولي يعني لازم أخلط اتنين من الأضواء الأولية دول مع بعض يقوم ظهير لضوء سانوي بقولك ماذا يحدث عند خلط اثنين من الأضواء الأولي بيؤدي إلى الحصول على ضوء سانوي. لما بحصل لما بخلط اتنين من الاضواع الاولية دول مع بعض بيؤدي الى ظهور ضوء سانوي او الحصول على ضوء سانوي. زي ايه. لو خلطت الاحمر مع الاخضر بيديني اللون الاصفر. والسؤال مهم جدا وياتكرر كتير جدا في الامتحانات. لما بخلط الاحمر مع الاخضر هييديني اصفر. الاحمر مع الازرق هييديني كرموزية. الاخضر مع الازرق هييديني ازرق فاتح. وللاسف لازم يتحفظوا التلاتة كده مع بعض عشان مهمين جدا وهيقابلونك تفل في الأكمل بعد كده ليه بيعتبر الضوء الأصفر من الأضواء الثانوية لأنه الضوء الأصفر ده بيمكن الحصول عليه بخلط ضوءين آخرين هما الأحمر والأخضر طيب الأسئلة دي صعبة والدرس تقيل ايه المهم اللي فيه أهم حاجة عندي في الدرس أول حاجة الأضواء الأولية الأضواء الأولية أعرف تعرفها وأعرف زي ايه أحمر أخضر أزل الأضواء الثانوية السؤالين دول مهمين جدا بيقرروا في المصطلح العلم خلط الأضواء دي بتجي كتير جدا في الأكمل وفي الاختياري يعني ما يقولي أحمر واخضر أو الأصفر بالذات التانية دي الأحمر والأزرق بيديني كرموزي الأحمر والأزرق بيديني كرموزي دي بتتكرر في كل الامتحانات أحمر مع أزرق بيديني اللون الكرموزي وعندي كمان أهم واحدة كمان اللي هي أول واحدة في الدرس خالص تظهر الألوان تبدو الأجسام المعتمة بلون الضوء الذي تعكسه تبدو الأجسام الشفافة بلون الضوء الذي ينفذ من خلالها دي مهمة جدا ليه برضو السؤال بتعلل ليه بتظهر صمرة الموز باللون الأصفر أو علل ليه بنرى الموزة باللون الأصفر لأنه عندما أقول الإجابة لأن الموزة بتنتص جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها ما عاد اللون الأصفر فإنها تعكسه السؤال مهم جدا بالتكرر تبدو الأجسام البيضاء أو تظهر الأجسام البيضاء بلون الضوء لأنها تعكس الضوء الساقط عليها الأجسام البيضاء بتعكس لون الضوء الساقط عليها بتجي في أكمل وبيعيز نكتب كلمة تعكس ده. الاجسام البيضاء تعكس لون الضوء الساقط عليها. الاجسام السوداء تمتص جميع الوان الضوء الساقط عليه. تمتص جميع الوان الضوء الساقط عليها ولا تعكس اي لون منها. فنراها سوداء. فنراها سوداء. كده الدرس انا شرحته معكم. برضو الجزئية المهمة اوي. اللي هي بتاعت اا اول حاجة ان الاداة التي تقوم بتحليل الضوء الأبيض إلى سبع ألوان هي المنشور السلاسي المنشور السلاسي بيحلل ضوء الشمس أو الضوء الأبيض إلى سبع ألوان تسمى ألوان الطيف المرئي وهي أحمر وبرتقالي وأصفر وأخضر وأزرق ونيلي وبنفسجي كده بكون شرحت معكم الدرس بطرقة سهلة بسيطة قلت على الكلام المهم اللي فيه يارب بكون بقدم لكم معلومة جديدة بتمنى كلكم تشرفوني في القناة وبفرح جدا بتعليقات كلية شكرا جدا لحضراتكم مع السلام